سجل الأسبوع الأول من شهر آب الحالي تراجعاً ملحوظاً في معدلات أسعار النفط مشتقاته مقارنة بشهر تموز الماضي بحسب النصرى الاسترشادية التي تصدرها وزارة الطاقة فيما بقية أسعار نفط برينت اليوم تتداول دون مئة دولار بانتظار بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر غداً وتالياً معدلات الأسعار في بداية شهر آب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة